الحمد لله أورد الإمام الترمذي في شمائله في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه وصفوه في إقباله قالوا إذا أقبل فكأنما أقبل في جيش محمد والخميس الخميس هو الجيش يقف أمامه الأعرابي بغتة يباغت بأن الرسول أمامه صلى الله عليه وسلم فتأتريه الرعدة التي ذكرها السيد فيقول هون عليه كنما نبن امرأة من قريش كانت تأكل القديد الشان هنا والسر هنا ارتباط معنى الجمال بالقوة إذا تحدثنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نتحدث عن قوة الجمال وجمال القوة أما قوة الجمال فشان يصفه به الصحابة يسأل بعض التابعين أحد الصحابة أكان وجه رسول الله كالسيف قال بل كان كالقمر إن لم يحل دونه الغمام يقول أحدهم صافحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما لمست حريرا ولا ديباجا ألي أنا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الآخر قبلت كف رسول الله فكأنما أخرجت من جونة عطار من كيس الطيب يقول الآخر كان إذا مر من طريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه يأتي المار في الطريق يشوم هكذا رايح يقول كان رسول الله هنا في هذا الطريق قد مر يأتيه الشريفة الجمال ذكروا عينيه الشريفتين ذكروا أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم أكحل العينين شديد بياض البياض منهما شديد السوادي السوادي منهما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان طويل الأهداب أهداب العينين الرموش يسمونها لنا ذكروا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خده الشريف فقالوا كانت تعتريه الحمرة مشربا بحمرة تعتري وجنتيه وصفوا جبهته الشريفة فذكروا أنها ناصعة واسع الجبين ذكروا أسنانه حتى الأسنان ما استطاعوا إلا أن يصفوها بالجمال أشنبوا الأسنان أفلجوا الثنيتين إذا تبسم افتر عن مثل حب الغمام جاءوا يصفون عنقا كأنه جيد دوميا صلى الله عليه وآله وسلم وصفوا شعره الشريف كان بين لم يكن سبط الشعر ولا جعد الشعر بينهما يتكسر شعره صلى الله عليه وسلم يتحدى بين الجمة والوفرة جمال وصفوا صدره الشريف قالوا كان صدره مستويا مع بطنه صلى الله عليه وسلم دقيق المسربة وصفوا أكتافه الشريفتين كتفيه الشريفتين وقالوا أنه كان ضخم الكراديس بعيد ما بين المنكبين فكان شان الوصف لهيئته الشريفة المرتبط به هو الجمال وصفوا مشيته فقالوا كأن ما ينحط من سبب فيفوت سريعا المشي من غيري خباب جمال حتى في المشي قالوا كان إذا سر استنار وجهه فكأنه قطعة أقمر كأن الشمس تجري في وجهه كنت أنظر إلى القمر وإلى وجه رسول الله أنظر إلى القمر وإلى وجه رسول الله فوالله إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهى من القمر هكذا وصفوه الواصفون من هم الصحابة ولكن في زمن فساد الأذواق صرنا نسمع أصواتا تستنكف من التغزل في محاسنه صلى الله عليه وسلم تستنكف من وصف هيئته بالجمال في زمان فساد الذوق يقال ماذا تقصدون خد الرسول عين الرسول كأنكم تصفون أو تتغزلون في مرأة نقول المشكلة في القلوب لما صار الجمال فقط منوطا بالشهوة أصبح مستنكرا أن يوصف المجل المعظم بوصف الجمال لكن لما كانت نفوس ساداتنا الصحابة غير مأسورة بأسر الشهوة كان الجمال عندهم أرقى من مجرد الاحتباس على الشهوة فلهذا لم يترددوا قط ولم يستنكفوا ولم يروا أن ذلك يمس عظمة النبوة أن يوصف بالجمال صلى الله عليه وسلم هنا تكمن قوة الجمال أن يتحرر الجمال من ضعف الشهوة وقيدها أن يتحرر من قاذورات الجسد الذي يخلد إلى الأرض فيرقى حتى الجسد في جماله إلى معاني راقية عالية ثم ذكروا في كلامه صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يوجز في الكلام مع بلاغة بجوامع الكلم يكاد مجالسه أن يعد كلماته أدى وصفوه صلى الله عليه وآله وسلم في رضاه وفرحه وأنسه وطربه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصفوه حتى في غضبه فلم يخلو وصف الغضب عن الجمال حتى الغضب يا رسول الله وهو عين الجلال كان إذا غضب صلى الله عليه وسلم محمرت وجنتها ودر عرق بين حاجبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقام وهو يجر رداءه خلفه أعرف أنه قد غضب تأتريهم الهيبة لكن حتى غضبه لم يخلو من الجمال وسر الجمال في غضبه أنه ما كان يغضب لنفسه ولا ينتصر لها فإذا ضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه سر الجمال في غضبه أنه لم يرتبط بنفسه وإنما ارتبط بالحق جل جلاله وصفوا أطاءه بالجمال أطيعوني يا قوم واتبعوا محمده فإني قد جئتكم من عندي من يعطي أطاء من لا يخشى الفقر أطاءه ارتبط بالجمال منعه ارتبط بالجمال يا رسول الله عقد لي لواء ولني أميرا على جماعة على سرية على جيش على قوم قال إنك لا تصلح لها يا أبذر إنك لا تصلح لها يا أبذر إنك مرء فيك ضعف إنا لا نعطيها من سألها ما الجمال هنا قال من سألها فأتيها أوكل إليها ومن أتته بغير طلب أعين عليها ثم يكسو هذا المأنى بجمال آخر يمنع النفوس المريضة من أن تنتقص من قدر سيدنا أبي ذر فيقول في حق الذي قال له إنك ضعيف لا تصلح للإمارة أبو ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويحشر يوم القيامة أمة وحدة حتى منعه خلعت عليه خلعة الجماعة صلى الله عليه وآله وسلم ظهر الجمال في تعاملاته مع الطفل الصغير مع الصبية تأتي الجارية الجارية عند العرب تطلق على لفظين على المملوكة وعلى الصبية الصغيرة تأتي الجارية فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فيتبعها إلى حيث شاءت ويقضي حاجتها ويرجع صلى الله عليه وسلم إلى مكانه في تعامله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين مع سيدتنا أميمة أصباطه صلى الله عليه وآله وسلم يطول سجوده ويطول 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 حتى يخاف الصحابة رضي الله عنهم أن يكون قد قبض انظروا حتى الموت ارتبط عندهم بالجمال وجه ارتباطه بالجمال هنا هو المحبة والخوف والإشفاق من فراق المحبوب فلما طالت سجوده ورفع رأسه من السجود وانتهى من الصلاة قالوا يا رسول الله أطلت حتى خشين أن تكون قد قبضت قال لا ولكن ابني هذا ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن أقطع عليه ارتحاله حتى فرغ ما هذا الجمال حتى وأنت في السجود في حضرة المعبود حتى وأنت في أقدس لحظات القرب من الله عز وجل لكن معنى الرحمة والحمانة لم ينتزع من قلبك كان بعض المشايخ يقول تأملوا لا يتأتى للطفل صغير صبي أن يأتي في مكان فيه الناس بعدد كبير يصلون ويتخطى الصفوف ليصل إلى جده ويصعد على ظهره وهو ساجد إلا إن كان قد تعود على ذلك في الحجرة أن يبدأ شيئا جديدا وعلى الملأ هذا لا يجر على يلا يجسر عليه الصبي الصغير لكن لكونه قد اعتاد على ذلك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه يلاعبه ويركبه على ظهره ويحبو به في حجرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم ألف ذلك فتجرآن يفعله وهو في الصلاة تأتي أميمة وهو صلى الله عليه وسلم يصلي فتتعلق به فيحملها معه صلى الله عليه وسلم يصلي وأميمة محمولة عليه صلى الله وسلم عليه فإذا سجد وضعها على الأرض هم إذا قام أخذها معه صلى الله عليه وسلم وقام بها قال بعض أهل المعاني قالوا لأن العرب في ذلك الوقت كان لا تزال عندهم من آثار الجاهلية أنهم يستحون من إظهار أن لهم بنات كانوا يرونها عاراً يرون المرأة نقيصة وعار فكأن الحبيب صلى الله عليه وسلم في رفعه لأميمة وهو في الصلاة على الملأ يقول لهم تخلصوا من هذه الجاهلية أنا أفرح بوجود ابن الصغير التي معي هذه جمال صلى الله عليه وآله وسلم تأتي حتى في غيرة ساداتنا أمهات المؤمنين سيداتنا أمهات المؤمنين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانوا لمنزلتها من رسول الله كان بعض الأنصار إذا أرادوا أن يهدوا لرسول الله طعاماً ادخروه تحينوا ليلة عائشة يقولوا عائشة محبوبة عند الرسول فلما تأتي ليلة عائشة نهدي الطعام الزين للرسول وعند عائشة حتى يفرح أن تأكل معه عائشة فأهدي إليه صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة خبيص نوع من الطعام فيه سائل وجاف خبيص خبيصة أهديت فوضعت وكانت السيدة سودة جالسة مع السيدة عائشة في الحجرة ورسول الله دخل وجلس فأقع في خاطر السيدة سودة هذه كل مرة الهدايا تأتي في ليلة عائشة نحن ما حديرسل الهدايا لما تأتي ليلتنا فالسيدة عائشة فرحة أمام برتها أن الهدية جاءت عندها فتقول تأكلين معنا يا سودة السيدة سودة تقول لا ليس لي حاجة إليه ما أريد فتقول تقولها بل تأكلين معنا تقول ما أريد بايقة سيدة سودة تقول بل تأكلين معنا أو ألطخ به أنفك تأكلين معنا ولا ضع لي كان في أنفك سكتت السيدة سودة فأخذت السيدة عائشة شيء من الخبيصة ولطخت فيها أنف سيدتنا سودة والنبي جالس فتغير وجه سيدتنا سودة شعرت كأنها جريحة تألمت أنه الهدية عند السيدة عائشة وعذا كمان تقوم تتضحك عليه تهزأ بي وتضع فلما لمح هذا الملمح رسول الله التفت إلى السيدة سودة انظر الجمال أتحبين أن تقتصي منها تحجبت السيدة سودة هذه عائشة محبوبة وفرصة يقول لي تقتصينا فهزت رأسها النعم فأخذ رسول الله بيد السيدة عائشة وضعها تحت يده هكذا أمسك وقال دونك قامت السيدة سودة ولتخذها في أنفها فانفضل مجلس السيدة عائشة تبحك والسيدة سودة تبحك جمال يخرج لقتال العدو جلال محض قتال عدو حرب دموت دماء في سفرته معه السيدة عائشة يرى أن السفرة طالت عليها وقد أصابها الملل التعب تعبت قالت السيدة عائشة فلما نظر إلي وراء أثر الملالة في وجهي أشار إليهم أن تقدموا قال للجيش خلص مشوا قدام خلونا نمو فلما غابوا عن العوننا التفت إلي قال أتسابقينني يلا تسابق قالت فقلت نعم تقول السيدة عائشة فسبقته صلى الله عليه وسلم قال ثم بعد ذلك لما كثر فيي اللحم يعني بعد سنوات سمونات قليل سيدتنا عائشة سافرنا فالتفت إلي قال هل تسابقينني قالت قلت نعم قالت فسبقني صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلي وقال هذه بتلك يا عائشة حبيبي يا رسول الله هذا الجمال كله هذا الجمال وأنت حتى في المعركة لم تغفل أخذ خاطر هذه الزوجة وأعظم من ذلك بعد سنوات تذكرها باللحظة الجميلة التي كانت بينكما كأنك تقولها أنا لم أنسى ما حصل في المرة الماضية مع ثقل الرسالة وعظم المسؤولية وكبر الهم وشدة ما يلاقي لكنه لم ينسى المعاني الجميلة بينه وبين زوجتي هذا الجمال تقوم السيدة عائشة ما تجده صلى الله عليه وسلم بجانبها قالت فيأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة فأخرج قالت كانت ليلة النصفا شعبان القمر مكتمل قالت فخرجت فنظرت فإذا بظل شاخص جهة البقية قالت فاقتربت فإذا به هو يدعو بين أهل البقية قالت فلما قفل ركضت جريت عشانت لا يلاحظ أنني كنت أتبع قالت فدخلت إلى فراشي ونفسي يسعد وينزل تلهث من الجري قالت فلما دخل صلى الله عليه وسلم نظر إليه قال ما بك يا عائش قالت لا شيء يا رسول الله قالت ما ما زاد على أنت بس وقال أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله تظنين أنا بروح في ليلتك إلى غيرك عائشة ما يتأتى هذا هذا الجمال منه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجمال ارتبط حتى في مظاهر القوة لأنه في ظل المرض الذي يعيشه الناس اليوم في ظل سقوط النفوس في ظل غلبة الأهواء صار الجمال في أذهان الناس مقترنا بالضعف قالت الجمال ايش اليوم مسلمين يقتلون يذبحون ونت تتكلم عن الجمال قال نعم ومخرج الأمة مما ينزل بها أن تعود الأمة إلى فهم الجمال وذوق الجمال هذا صلى الله عليه وسلم اللطيف اللين كما سمعنا في كلام الشريف فبما رحمة من الله لنت له يقول له الحق أتزوجة هذا عند الحاجة يرون منه ما لا يعرفون يقول سيدنا علي كنا إذا حمي الوطي صلذنا برسول الله انتبه من الذي يقول هذا الكلام علي أشجع الصحابة على الإطلاق أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي هذه عقدتنا أهل السنة لكن أشجع الصحابة وأعلم الصحابة علي بن أبي طالب بدون شك ما عنده أهل السنة تردد في ذلك أشجع الصحابة يقول إذا اشتد البأس وحمي الوطيص نلوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم أيش الشجاعة هذه ما هذه القوة يأتي أشقى القوم قال من هو أشقى القوم أشقى القوم من قتل على يد نبي جاء هذا متخطرس في المعركة إلي بمحمد ويهنجم ويستهزئ أريني رجولتك أريني شجاعتك ويأتي بأبيات من الشعر الرجاز وأنه الذي سيقتل الرسول فلما رأوه مقبلا بقوة يريد أن يقتل رسول الله وقف الصحابة أمام الرسول يفدون رسول الله بأنفسهم فأشار النبي إليهم أن دعوه بدو فابتعدوا انتثلوا أمر الرسول الرجل مقبل بقوة بسيفه وهو يركض والرسول واقف ثابت الجاش فلما وصل إلى الرسول ضربه ضربة واحدة رسوله ما احتاج أن يبارز بضربة واحدة بادره بها رسول الله سقط آخرين خرى صريح إذن الجمال قوة الجمال هذا قوة لكن القوة إذا صارت جمالا ارتبطت بنصرة الحق بنصرة الضعيف برفع راية النور وتخلت عن من انتصار للنفس تخلت عن حب المنزل بين الخلق تخلت عن المظاهر التي عاشها الناس اليوم فما أحوجنا في زماننا هذا إلى أن نحي بين شبابنا بناتنا أبنائنا كبارنا صغارنا علمائنا طلبات العلم فينا أنوار معنى الجمال المحمدين نعم نحن بحاجة إليها عندما نرى الأسر اليوم تفتت والطلاق ترتفع نسبه والصراعات في داخل البيوت بين الزوج والزوجة وبين الأولاد والأباء والأباء والأولاد والأقارب والأرحم نحن بحاجة إلى الجمال هنا عندما نرى التجارة تتحول إلى سرقة وبطش وغش وأذى للناس وأكل أموال الناس بغير حق بحاجة إلى الجمال من رأخر يعود إلى النفوس لأن الذي يعق والديه فقد الجمال لأن الذي يهين مرأتها أو يضرب زوجته أو يسيء إلى المرأة ويحقرها فقد الجمال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ما قال خيركم الذي يقوم الليل ويصوم النهار والذي يكثر تلاوة القرآن والذي يحفظ العلوم والذي خيركم خيركم لأهله مقياس التراتب في الخيرية حالك مع زوجتك في تعاملاتك معه وضرب المثل بذاته الشريفة فقال وأنا خيركم لأهلي عندما نرى هذا القبح في تسلط الرجال على النساء في زماننا في سوء الأدب في التعامل مع النساء في قهر النساء في غير محله في التجرع عليهم في غير محله في افتئات على حقوقهم كنا في ماليندي قبلها أيام في المولد وقالنا لهم شوفوا عندنا نحن الشافعية المعتمدة أنه لا يجب على المرأة أن تكنس وتطبخ وتتنظف في البيت المترجم ما ترجمها له والسواهيلي قلنا لهم لو النبي صلى الله عليه لو زوجتك قالت لك لو سمحتنا اليوم قليل تعبانا قوم تكنس الغرفة شو بتعمل تقوم تكنس الغرفة اه أنا رجال كيف هذا الكلام هذه ما هي رجولة هذا قبح حد منكم أعظم رجولة من سيدنا محمد يسألوها هذا المهيب الجليل صلى الله عليه وسلم كيف كان في البيت نحن لما نرى نهتز أنتم كيف تتعاملون معه في البيت تقول السيدة عائشة كان كأحدنا كما واحد مننا كان كأحدنا يرقع ثوبة يحلب شاتة يخصف نعلة يقم المنزل يكنس البيت سيدنا محمد يكنس البيت ها امام الرجال حد معه رجولة ما هي عند سيدة محمد استغفروا الله من من يرى شيء ان رجولة ما هو عند سيدة محمد ما عرف الرجولة هذا ولا شام رايحتها اه امام الرجال صلى الله عليه وسلم يكنس البيت كان صلى الله عليه وسلم لو زوجتك تعبت وقالتنا اليوم قليل ظهر يا دين المفضل كيقوم كنس البيت ايش بتعمله ها حبيبة ترجم هدي ولا كما ما لندي الرجال حق ما لندي بترجم الحمد لله هذا معنى في الجمال منه صلى الله عليه وسلم عندما نرى القبح قد انتشر في حياتنا اليوم الزوج مع الزوجة الاباء مع الابناء الابناء مع الاباء بالعقوق نحتاج الى لحظة الجمال التي وقف فيها على قبر امه آمنة فسالت دمعته نحتاج هذا المعنى من الجمال مرة اخرى اذا عندما نرى الاخوان مع بعضهم من بعض يتزارعون على الدنيا نحتاج ان يعود الجمال الى هذه النفوس عندما نرى الجيران يسيئون الى بعضهم من بعض ولم يعودوا يستطيعوا التفاهم مع بعضهم من بعض الا عبر الشرطة على اصغر شيء الجار يشتكي الجار عند الشرطة معنى هذا نحن نحتاج الى معنى الجمال مرة اخرى عندما نرى المسلم يسيء الى غير المسلم ويعطي نفسه العذر هذا يستاهل لا سرقنا ولا ادينا هذا كافر هذا النظر المغلوطة القبيحة نحتاج للجمال مرة أخرى لنتعلم كيف كان يعامل صلى الله عليه وآله وسلم أهل الذمة والمعاهدين حتى المسيئين منهم إلى جنابه الشريف اليهود الذين بعد ذلك خانوا العهود قبل ذلك دخلوا إلى مجلسه في بيته وأمام زوجته يقول له أسام عليك يعني الموت جعل لك الموت يقول له أسام عليك فتغضب أم المؤمنين عائشة وتقول بل السام عليكم واللعنة والغضب سبهم تلعنهم فيقول ما هي عائشة لا يكون المؤمن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا يمنع تسوب من تسوب اليهود الذين قلوا الأدب عليه عندما نجد الفرق بين هذا الحال وحالنا اليوم في تعاملنا من من اليوم ينظر إلى الكافر بعين الرحمة أليس هذا الأصل في النظر إلى الكافر عندنا ما مهما هو مفهوم الدعوة هو الدعوة بس قوله تعالي أسلم عشان تزيد رقم في الممى في المسلمين النبي ما يحتاج زيادة رقم النبي يوم القيامة الكون كله يباهي به صلى الله عليه وسلم معنى أنك تحرص على إسلام إنسان ليس أن يزيد عدد الذين معك معنى أن تحرص على هداية إنسان معنى هذا أنك تحبه تريد له الخير تريد إنقاذك هل نظرتنا اليوم إلى الكافر نظرة محبة الخير وإرادة الإنقاذ والرحمة هذا أصل لما نفقد هذا الأصل نحتاج إلى جمال سيدنا محمد فهمتم لماذا نحتاج نردد يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم فهمتم لماذا نحتاج أن نسمع الشمائل ونتغنى بها وننشدها حتى نعود مرة أخرى لنربي الجمال في قلوبنا حتى يحيى ما ضمر في قلوبنا من نور الجمال حتى الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام تحول اليوم إلى قتل ظالم تحول اليوم إلى بطش تحول اليوم إلى إزهاق أنفس محرمة تحول اليوم إلى تفجير تحول اليوم إلى نقض للعهود تحول اليوم إلى أذى تحول اليوم إلى كذب وغش ويسمونه جهادا هذا قبح يحتاج مرة أخرى أن نعود به إلى الجمال نعم نحتاج أن نتعلم الجمال حتى في خروجه في الجهاد صلى الله عليه وسلم يوقف الصفوف في الجهاد فيرى أحدهم سيدنا سواد هو متقدم قليل على الذين حوله فيغمزه صلى الله عليه وسلم بقضيب معه عصا صغير يغمزه في بطنه فيقول سيدنا سواد أوجعتني يا رسول الله يرجع للصافي أوجعتني يقول قد فعلت فيقول نعم فيقول اقتد مني اقتص شفت الجمال حتى هو مستعد لقتال العدو اقتص مني فيقول لكن أنت تعنتني بالقضيب وأنا بطني مكشوفة أنت جسمك مغطى هذا وقت هذا الكلام الناس بتقاتل وجهات لا حتى في وقت القتال الجمال مفتوح بابه هكذا رباهم فيكشف صلى الله عليه وسلم عن أطهر بطن في الوجود فيكب عليها سواد ويقبلها ويمرغ بها خده شريف فيقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على ما صنعت يا سواد قال يا رسول الله إن سنلقى القوم الآن ولعلي أستشهد لعلي لا أبقى بعدها فأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جسدي جسدك يا رسول هذا الجمال حتى في وقت القتال الحب قائدهم والجمال رائدهم حتى في وقت الشدة ووقت القتال والحرب وهم يعيشون هذه المعاني يرتقون بهذه المراقي صلى الله عليه وسلم إذا نحن بحاجة إلى إحياء هذا الجمال ليعود الجهاد جهادا وتعود قوامة الرجل قواما وليس بظلما وبطشا وتعود صلة الجار بالجار جمالا وصلة الزوج بالزوجة جمالا وصلة الأولاد بالآباء جمالا وصلة التاجر بالتاجر جمالا وصلة التاجر بالفقير جمالا فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبذ هذه معاني من الجمال نريدها أن تحيا فينا مرة أخرى كيف تحيا إن لم نحي جماله في قلوبنا فهمتم لماذا نحن نبحث عن جماله فهمتم لماذا نحتاج للمولد فهمتم لماذا نردد الأبيات في مدحه والغزل في جماله صلى الله عليه وسلم لتستقيم أنفسنا مرة أخرى لتحيا الأمة من جديد لتعود إلى الهدي الذي كان عليه صلى الله وسلم عليه وهذه أمانتكم يا أهل هذه المجالس لا تحولوا الموالد مجرد عادة لا تجعلوها مجرد إتقان الألحان والأصوات وترديدها هذا جميل نزلنا في الجمال لكن لا تجعلوها تقتصر على ذلك لا تجعلوها مجرد مجالس اجعلوها بدايات لإحياء أنوار جماله في بواطننا تتحرك في مجالسنا فيخرج صاحب المولد ويعيش مع الجمال إذا أخطأ عليه أحد لا يعرف يسب مثل ما كان قبل المولد إذا سبه أحد يرد عليه بالجميل يجازي بالسيئة الحسنة كما كان صلى الله عليه وسلم في الشفاء القاضي عياض ما كان صلى الله عليه وآله وسلم ينتصر لنفسه ولا ينتقم لها ولكن يعفو ويغثر خرج من المولد ومعك هذا المعنى لأن الذين في الخارج يحتاجون إليه وإذا خرجت ونظرت إلى الخادم الذي يخدم أمامك انظر إليه بعين الرحمة بالجمال المرأة السوداء التي كانت تقوم المنزل تقوم المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم المكنسة حق المسجد الخادمة اللي يتكنس المسجد ماتت بليل فلم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول راوي الحديث يقول كان شأنها أقل عندنا من أن نخبر رسول في الليل أنها ماتت فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها بعد يومين ثلاثة النبي التفت مع تصاريرها فقال أين فلانة؟ قال يا رسول الله ماتت لما لم تخبروني؟ متى ماتت؟ قالوا ماتت بليل وكان شأنها أصغر وأحقر من أن نخبرك فقال دلوني على قبرها قام من مجلسه صلى الله عليه وسلم ومشى إلى البقيع البقيع كان خارج المدينة ويقف على قبرها ويصلي عليها صلى الله عليه وسلم يعلمنا معنى الجمال في التعامل مع الضعيف مع الفقير مع الخادم مع المسكين اخرجوا أن تعيش هذا المعنى في خارج مجلس المولد يعلمنا كيف ننظر إلى ما يحيط بنا فاجعلوا الموالد إحياء لمعاني هذا الجمال حتى تخرجوا وأنتم تعيشونه فينتقل منكم إلى الذين يحيطون بكم لما يهودي يعيش طول عمره ضد النبي صلى الله عليه وسلم وابنه يشتغل خادم عند النبي يخدم الرسول ويأخذ أجرة يمرض الولد الخادم الفتاة فيذهب النبي يزوره صلى الله عليه وسلم فيجد الولد على فراش الموت فيقول يا هذا أو يا بني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله تدخل بها الجنة أشفع بها لك عند الله الولد من تعاملاته مع النبي عرف معنى الجمال والرقي في المعاملة والخلق سيدنا أنس يصف هذه الأخلاق مع الخدم يقول خدمت رسول الله عشر سنين فوالله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته ولم يقل لي في شيء لم أفعله لما لم تفعله وما عاب طعاما قط فإن عجبه أكل وإن لم يعجبه ترك يسأله أحد الصحابة كم أعفو عن الخادم يا رسول الله كم مرة أسامح الخدام بعدين أعاقبه لكن كم مرة أسامحه في اليوم كم أعفو عن الخادم يا رسول الله قال فأعرض عنه النبي سكت فعاد يا رسول الله كم أعفو عن الخادم فسكت عنه النبي فعاد الثالثة كمعفو عن الخادم قال سبعين مرة في اليوم خلص تريد عدد ما فهمت أنا أول مرة سكت ثاني مرة سكت معنى هذا أن الخادم لا ينبغي أن يؤذى يكفي أنه يتحمل ذلة الخدمة من أجل لقمة العيش تأتي كمان تتجبر عليه فمر مرتين ما فهمت هي أخذ الرد سبعين مرة في اليوم تسامحه معنى هذا سبعين مرة في اليوم معنى ما في مجال أصلا أنه عاقبه تخرج معك هذا النور اليهودي هذا رأى هذا المعنى الفتى فحب أن يستجيب لكلام النبي يعرف أن هذا صادق رأى فيه الجمال لكن كان يتهيب من والدي فنظر إلى أبيه الأب كان يكابر ضد الرسول لكن صاحة الموت يا إخوان يكون فيها الحق جلي صاحة الحق التفت وقال أطعب القاسم مع أن الأب ما هو مسلم كافر يهودي لكن مع ذلك لما رأى ابنه على وشك الموت يعرف أن الجمال هذا لا يكذب التفت إليه وقال أطعب القاسم اسمعوا الكلام فنطق بالشهادتين أخرجوا من هذه المجالس ومعكم هذا المصباح جمال سيدنا محمد لا تسمحوا لشيء من قبح الشهوات أو قبح الغضب أو قبح الطمع أو قبح الكبر أو قبح ازدراء الآخرين أو قبح الحسد أو قبح البغضاء أو قبح لا تجعلوا هذه القبائح هذه الأشياء القبيحة تطوي عنكم صفحة جمال سيدنا محمد التي تعيشونا في مجالس الموالد والله يا إخوان لو أننا حولنا ما نتدرنن به من جمال سيدنا محمد في الموالد إلى حياة نعيشها لن يعترض أحد الموالد بعدها لأنهم سيرون الموالد حياهم يبحثون عنه ولن يعترض إلا النادر الذي لن يلتفت إليه لو خرجنا بنور الموالد لأسلم الكافر وأقبل المعرض وتثبت المتزازع وعاشت الناس معانهم أحوج ما يكون اليوم إلى أن يعيشوها فالله الله في تحويل هذه المجالس إذا ذوق لجماله صلى الله عليه وسلم تعود القوة مرة أخر للأمة نسأل الله عز وجل أن يحيي في قلوبنا هذه الأنوار وأن يبث فينا هذه الأسرار وأن يجعلنا ممن خاضوا في هذا الغمار وأن يجمعنا بالحبيب المصطفى المختار حتى نشهد جمال طلعته البهية وأنواره السنية وحضرته العلية نسمع خطابه ونكرم بجميل جوابه اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجه سيدنا محمد بمخاطبة سيدنا محمد بمجالسة سيدنا محمد برؤية سيدنا محمد في الدنيا في البرزخ في يوم القيامة يا رب العالمين اللهم إنا قداماً به ولم نره فألا تحرمنا في الدنيا والآخرة رؤيته يا أكرم الأكرمين واجعل ذلك سلماً لنا لارتقاء أذواق الجمال حتى تتبهرج أم رواحنا فتتهيأ لجمال النظر إلى وجهك الكريم وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين والعفو منه